السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الو مكملين جمعا بركة على حضراتكم كل العالم بيشير بأصابع الاتهام إلى القاتل عبدالفتاح السيسي أنه هو المتسبب الأول في قتل الرئيس الشهيد الرئيس محمد مرسي كلام لا يحتاج إلى المجادلة كلام عليه من الشواهد الكثير المهم الرئيس محمد مرسي استشهد الرئيس محمد مرسي ارتقى إلى العلا شهيد نحسبه شهيد مع الصالحين والأنبياء الرئيس محمد مرسي اترك وراءه أمة وشعب وكمان في الأمة والشعب دول موجود جزء منهم حوالي 80 ألف إنسان موجودين داخل سجون عبدالفتاح السيسي معرضين ومهددين بمصير الرئيس محمد مرسي عايز أقولك أن أكتر الناس تفاعلاً مع حدث القتل اللي تم للرئيس مرسي هم من في السجون الناس اللي عملوا إضراب وثاروا نقدر نقول أنهم عملوا حاجة جديدة اسمها صورة السجون صورة المعتقلات علشان كده النهاردة وإحنا بنتكلم ومن يوم الاتنين اللي فات أمن الدولة أو الأمن الوطني سميه ما شئته هو المسيطر تماماً على قطاع السجون وعلى السجون المركزية أمن الدولة منع التريض ومنع الأكل وبيعرض الموجودين داخل المعتقل والسجن إلى الإجراءات تقديبية شديدة ومخالفة لكل لوائح والقيم وحتى القوانين على سبيل المثال مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع تم تداول أخبار أنه عنده مشاكل صحية جمّة وفي حالة من الخطر النهاردة تم تداول خبر عن حالة صحية طارئة بتلم بالشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل إحنا ليه بنتكلم كده؟ بنتكلم علشان إحنا قدام نظام قاتل لا يتورع عن القتل نظام مجرم نظام أقدم على قتل الرئيس المدني المنتخب الوحيد في تاريخ الدولة المصرية الرئيس الدكتور محمد مرسي علشان كده الناس بتعترض في السجون وبتواجه بإجراءات قمعية نظام فاجر بكل ما تحمل الكلمة من معاني فورة داخل سجون السيسي بعد تداول أخبار السشهاد الرئيس هذا ما حملته الأخبار من داخل السجون عما يحدث سنة تعالوا نشوف مع بعض الأخبار وإن اللحظ